أستاذ نجيم شكنا لك وبارك الله بك والله يحفظك انتخابات راح تصير وحضرتك راح تدخل مجلس النواب انتخابات الببكرات هاني ادخل مجلس النواب استاذ طارق ليش تدخل مجلس النواب وتلاحل حضرتك الأسماء الكبيرة المجتهرة لأن الموازنة السياسية الموجودة حاليا تنهار في الانتخابات القادمة شوف له على حضرتك وتلقى جنابك فلان الفلاني اللي كان ينادي فتشي ويتجي علي كذا من البنك المركزي الآن في قضية سيد الكريم 13 بنك موجود توصل يعني التحقيق قضاة التحقيق لمكافعة الفساد المالي والإداري غسل الأموال 13 بنك وجدوا أن القوائم المقدمة لا يأخذون الفلوس لا مجال الفلوس الضيئ لا يندفع عليها ضريبة لا ينخال عليها رسم لا تستورد مواد يا با وين هالفلوس اللي أخذتوها هالمئات الملايين هكا مثل أنت حضرتك اللي تقول الصحيح لكن نحن تعتقد ميتين أمر قبض على متهمين في الخارج لقضايا غسل الأموال لم يسلموا إلا ثلاثة ثلاثة فقط من الدول الأخرى فتصور أن كيف عمل الجهات التحقيقية سواء هيئة النزاهة أو الجهة خليه نشد ذاكتك بقضية يا أستاذ طارق خليه نشد وأنت أفهم مني بهذه القضايا أنا فتحت موضوع خطير موضوع الانتهاكات في السجون رئيس لجنة حقوق الإنسان سوى استضافة لمدراء السجون كل النواب اللي كانوا يتحدثون أمام الناس بحقوق وانتهاكات السجون رئيس لجنة حقوق الإنسان قال لي ولا واحد حضر قضية أخرى ذاك اليوم محافظة البنك المركزي لدي استجوابه في البرلمان ليش النواب ما حضروا وليش منعطل الاستجواب وكلكم من تطلعون بالتلفزيون تحشون على مزاد العملة هاي تطلع راح تنتهي الدورة الانتخابية وتطلع تبين تبين الأسامي وكل واحد يجد ما أخذ كلها نعرفها والله يحضرها في نسواحد هالبلاد ذا ما نعرف بي لكن تحليم قرية الأسماء السادة السفراء الجدد المعينين امني النواب سابقين وجيران النواب وخالة النائب وبنعمة النائبة لو يصير نائب لو يصير نائب يصير سفير لو يصير وزير لو يصير فوق احنا ولد القرعة بس هم لازم المناصب لهم ويا رأي الزلم ويا رأي تنظاف ويا رأي الشرفاء يدورون بيهم من وزير الى وكيل الى مستشار الى سفير على السفراء اضحكك فدشي استاذ نجم تعتقد عندنا سفارة في كينيا عدد موظفي سفارة عندنا في كينيا عدد موظفي السفارة 34 وعدد العراقيين كلهم الموجودين في كينيا 24 يعني كل موظف نص العراقي يا سيد الكريم حضرتك ادرى بالأبر لكن والله احنا لازمنا نؤمن بالانتخابات القادمة نؤمن بالبيومتر سيد رئيس الوزراء الموقر او رئيس البرلمان والى المرجعية الدينية اقرأوا هذه الاسماء مثل ما قالت المرجعية لقد بح صوتنا البلد الدمر رجاء لا تسمحوا باعادة تدوير الفاسدين لا تسمحوا لهذه العوائل ان تعود مرة اخرى انهلكنا انبقنا انفضحنا اتدمرنا اتوا ليش مصرين على الفاسدين دائما ينتجون لو تسوي سفير لو تسوي وزير لو تسوي نائب لو تسوي مستشار واحنا كاتلنا الجوع من وراء تدوير هذه الاسماء حمد الحلبوسي مصطفى الكاظمي سيد برهم صالح مجلس القضاء المرجعية لا تقولوا المحا تدري رجاء انصفوا هذا الشعب